ثلاثون ساعة فقط كانت كافية لأحكام السيطرة على قلب مدينة المخى وشارعها العام هذا وإنهاء معركة تحرير المدينة هنا جرت أعنف المعارك الحثيون وقوات المخلوع اتخذوا من المنازل والمنشآت العامة والخاصة على جانبي هذا الطريق متارس تمركز فيها قبل وأثناء محاولتهم صد طلائع القوات المسلحة غير أن تلك المحاولات انتهت بهزيمة ساحقة حيث قتل العشرات من عناصر الميليشيات فيما فر من بقي منهم شمالا إلى مناطق الخوقة والجراحي والحديدة بحسب إفادات للمواطنين وبإذن الله تعالى وهو ما طلبنا وهدفنا الوحيد بأن نعتقل رؤوس وزعماء الميليشيات المتمردة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي وعلي عفاش وبإذن الله قادمون لهم قادمون قادمون والله أكبر أبناء وأهالي مدينة المخالعبوا دورا محوريا في صنع الانتصار من خلال تعاونهم غير المحدود مع قوات الشرعية والتحالف فكانوا العيون التي اهتدت من خلالها القوات إلى أماكن تمركز الميليشيات ونقاط تجمعاتهم وأماكن زرع الألغام الآن نعيد الحياة الطبيعية لمدينة المخى والهنا أخواننا المواطنون متواقدون معنا ويشاركون على هذا النصر ونقول نحمد الله تعالى ونشكره على هذا النصر ومن هنا نقول أن نحن منتصرون بإذن الله تعالى وسوف نستمر في هذا النصر وسوف نتواصل إلى آخر نقطة حتى دحر هذه الميليشيات الحوثية والعفاشية عقب سحق الانقلابيين تطلب الأمر بضع ساعات أخرى مشطت خلالها القوات الشرعية المدينة من أقصاها إلى أقصاها لتعلن المخى مدينة محررة بالكامل وليعود أهلها لممارسة حياتهم الطبيعية بعد معاناة مع الميليشيات دامت ما يقرب العامين أولا عشنا بخوف سنتين تحررت مديرية المخى بأكمله لا وجود لأي ميليشيات حوثية ولا لميليشيات علي عبدالله صالح ولا للحوثيين مضغوطين ما قدرناش نتكلم كسروا البيوت يوما من المعارك الشرسة انتهت بتحرير مدينة المخى وها نحن اليوم نقف وسط شارعها الرئيسي في قلب المدينة وها هي مدينة المخى الاستراتيجية محررة بشكل كامل وتحت قبضة الجيش الوطني والمقاومة وهؤلاء أبناء المخى فرحون مستبشرون بالتحرير صلاح بالأغبر الإخبارية من وسط الشارع الرئيسي في قلب مدينة المخى